أفد بيان للمحكمة الجنائية الدولية بصدور أوامر اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو ورئيس الوزراء السابق يوعف جالانت بخصوص جرائم حرب مزعومة في غزة شمل القرار أيضا أمر اعتقال بحق قيادة في حماس وهو محمد إبراهيم المصري مدانة الرئاسة الفلسطينية استخدام الولايات المتحدة حق النقط الفيتو في مجلس الأمن منع اتخاذ قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة أكدت رئاسة الفلسطينية في بيان أن الاستخدام الرابع من نوعه يشجع إسرائيل على الاستمرار في جرائمها ضد الشعب الفلسطيني كما صوتت واشنطن وحدها ضد القرار في جلسة مجلس الأمن مبرزة أنه افتقر إلى إدانة حماس في هجمات السابع من أكتوبر أكد مندوب واشنطن خلال جلسة مجلس الأمن أنه لا يمكن أن يدعم قرارا لا يدعو إلى الإفراج الفوري عن الرهائن ومشددا على أن بلاده ستواصل الضغط لإصال المساعدات وتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة أكد القيادي في حركة حماس خليل الحية أن الحركة تبحث في كافة الأبواب لوقف الحرب في قطاع غزة وقال أن الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشى عملية تطهير عرقي وتهجير قسري يضاف إليها حالة تجويع ممنهجة إلى ذلك كشف موقع أكسيوسن إسرائيل تعهدت خطيا للإدارة الأمريكية بعدم تهجير الفلسطينيين قسريا من مناطقهم في شمال قطاع غزة قال الموقع أنه رغم التأكيدات فإن مسؤولي إدارة بايدن يشعرون بقلق عميق من أن الجيش الإسرائيلي لن يسمح لألاف الفلسطينيين المدنيين الذين غادروا شمال غزة بالعودة عبر المسؤولون أيضا عن قلقهم من أن التعهدات الإسرائيلية قد لا تكون موجودة بمجرد تولي إدارة ترامب السلطة إذن ينضم إلينا من رمالة جهاد حرب الكاتب والباحث السياسي أهلا بك معنا سيد جهاد أبدأ معك إذن من آخر الأخبار التي وردت حول المحكمة الجنائية الدولية تصدر إذن أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت وحتى كانت قد علقت بأنه أي موقف من الجانب الإسرائيلي هو أمر غير ضروري وأيضا أوامر اعتقال بحق القيادة في حماس محمد إبراهيم المصري ماذا تعلق على ذلك دعينا أقول أن هذا يوم تاريخي وتحول نوعي فيما يتعلق بالعدالة الدولية باتجاه محاكمة مجرمية الحرب الإسرائيليين الذين قاموا بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بانتظار قرار محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بخارق إسرائيل لاتفاقية منع الجريمة الإبادة الجماعية وهو يوم يمكن أن يقول الفلسطينيون بأن العدالة الدولية بدأت تتحقق أو أنها تسير باتجاه تحقيق العدالة للفلسطينيين خاصة أن المحكمة اليوم أصدرت بطاقة جلب لرئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير جيشه الإسرائيلي وهذا يعني أن هؤلاء الشخصان أصبحان ملاحقين على المستوى الدولي وأن جميع الدول المواقع على ميثاق روما لسنة 1999 المنشئ لهذه المحكمة محكمة الجناية الدولية ملزمين بتسليم هؤلاء كمجرمي حرب لهذه المحكمة هذا بالإضافة إلى أن إسرائيل لم تتعرض مسبقا على مدار 76 عاما الماضية لمثل هكذا ملاحقة وقد يفتح الباب هذا الطلق أو هذا القرار من المحكمة التمهيدية لمزيد من الحاق الأشخاص كرئيسي الأركان وغيره من الإسرائيليين الذين قاموا أو ارتكبوا جرائم ضد الفلسطينيين في قطاع غزة تحديدا بالتالي دعينا أقول أن الشعب الفلسطيني اليوم ربما أكثر سرورا من كل القرارات التي صدرت سابقا من مجلسنا أو غيره لأن هذا القرار هو قرار فعلي لا تستطيع إسرائيل المحاججة به إلى أي مدى هو فعلي سيد جهاد هل يمكن أن يصدر أي قرار ربما أو التعليق من الجانب الأمريكي أو ربما دول أخرى بوقف ذلك لأنه الآن كان يتحدث الجميع بأن نتنياهو يستمر في هذه الحرب للهروب أيضا من عدة قضايا كان سيحاكم بها الآن هل من مفار له أم ستقف معه ربما دول أخرى؟ بكل تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت انذارات من قبل أعضاء في مجلس الشيوخ ومجلس النواب لقضاة المحكمة الجنائية الدولية وللمدعي العام وفتح تحقيق جنائي ضد المدعي العام كريم خان بالتحرش وغيره ستكون هناك ضغوطات مختلفة ومتعددة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية دعينا أقول أن أغلب دول أوروبا هي وقعت على المتاق روما وبالتالي هي ملزمة في حال وصول أي من هؤلاء الأشخاص الذين صدرت بحقهم بطاقة جلب ملزمين بتقديمهم للعدالة الدولية وألمانيا الحليف الرئيسي لإسرائيل وربما تذهب بتصريحات مختلفة أعلنت قبل فترة أنها ستلتزم إذا أصدرت محكمة الجنائية الدولية بطاقة جلب أنها ستلتزم بتسليم أي من الأشخاص المطلوبين للمحكمة لذلك هنا القطورة بالنسبة لإسرائيل أنهم أصبحوا ملاحقين وأن الرمزية فيما يتعلق بملاحقة رئيس الحكومة وهو الشخص رقم واحد إذا جاز التعبير في إسرائيل هو ملاحق وبالتالي قد يتبعه أشخاص كثر من قادة الجيش الإسرائيل ومن السياسيين الآخرين هذا يعني أن مصاري العدالة ربما يبدأ الآن فيما يتعلق بملاحقة إسرائيل إلى أي مدى سيعرقل ذلك كل التحركات الإسرائيلية الآن في قطاع غزة وما يشد القطاع اليوم الحديث عن التهجير وأيضا مسألة المساعدات ومنع كل ما يؤدي إلى خدمة هؤلاء النازحين أو الشعب بشكل عام دعيني أقول أولا على الرغم من الفرح الفلسطيني فيما يتعلق بإصدار بطاقة الجلب لكن هذا لا يعني أنه سيغير على أرض الواقع شيئا فيما يتعلق بجرائم الاحتلال الإسرائيلي واستمرار الاحتلال الإسرائيلي بهذه الجرائم والقتل المتعمد للفلسطينيين وربما كان الجريمة المجزرة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط مستشفى كمال عدوان ليلة أمس ربما كانت رسالة لأن إسرائيل تدرك أن بطاقة الجلب ستصدر على اليوم على ما يبدو لذلك دعيني أقول على الرغم من الفرح إلا أن هذا تحقيقه قد يأخذ سنوات طويلة وقد تمتنع بعض الدول عن تسليم رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير جيشه في حال زيارة هذه الدول من جهة أخرى قوات الاحتلال الإسرائيلي ستستمر في جرائمها ضد الفلسطينيين لكن عندما نتحدث عن بطاقة جلب من هذا النوع يعني أن إسرائيل ستأخذ الكثير من المحاذير التي لم تكن تحسب حسابها السابقا وأن الإفلات من العقاب الذي جرى على مدار سبعة وخمتس ستة وسبعين عاما لم يعد ممكنا اليوم ثانيا المحاكمة أو إجراءات المحاكمة في حال تم تسليم نتنياهو أو وزير جيشه ستأخذ سنوات قد تأخذ سنوات لإصدار الحكم ضد هؤلاء في كل الأحوال دعينا أقول أن المرحلة الأولى بدأت لكن إسرائيل ستستمر في جرائمها على ما يبدو لأنها لا تخشى أي من المؤسسات الدولية مدامة الولايات المتحدة الأمريكية توفر لها الحصانة لكن اليوم لم تعد قادرة على توفير ما سمي سابقا بالإفلات من العقاب باختصار فقط لأسألك على أيضا أوامر الاعتقال بحق القيادة في حماس محمد إبراهيم المصري ما تعليقك عليها؟ عندما أعلن كريم خان المدعي العام لمحكمة تسليم الدولية كان يضع خمسة أسماء إسماعيل هنئية والسنوار ومحمد الضيك وهو محمد المصري بالإضافة إلى نتنياهو وقلنت في ظني أن في حال ثبت أنه لم يستشهد أو لم يتم اغتياله محمد الضيك سيكون ملاحقا وهو ملاحق مقبل الاحتلال إسرائيلي حكومة الاحتلال إسرائيلي قتلت السنوار وقتلت إسماعيل هنئية وربما تقتل أو تقتل محمد الضيف أو أنها قد قتلته في حزيران الماضي وحتى الآن لم يتم الإعلان عن استشهده من قبل حركة حركة في كل الأحوال سيكون هؤلاء الأشخاص هم ملاحقين في حال خروجهم من المناطق التي يعيشون فيها في إسرائيل أو في قطاع غزة شكرا لك جهات حرب الكاتب والباحث السياسي